طيب نروح لخبر تاني من الأخبار المهمة وهو متعلق بوزارة الداخلية لنشرة مبارح فيديو الفيديو ده نشرته عن جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 393 عنصرا إجراميا شديد الخطورة ومصر عنصرين بنطاق 22 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلقة، سلاح، مخدرات، قدل وضبط معهم 186 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات، ضميات، بورسعيد، والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي، الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 54 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 751 قطعة سلاح ناري أبرزها 92 بندقية 76 بندقية ألية 44 مسدس 539 فرد محلي كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة إضافة لـ 1292 قطعة السلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 469 968 حكما خضائيا بإجمالية 33 896 محكوما عليهم من بينهم 1742 حكم جنايا و 167 902 حكم حبسة و 235 703 حكم غرامة و 64 621 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة وزارة خلال إسبوعي في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضموا 57 متهماً قاموا بارتكاب 64 حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد سرقة بالإكراح حريق عمد انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 66 متهماً كما تم إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع من ضبط 1328 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1468 متهماً وبحاوزتهم قرابة 345 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 13 طن و668 كيلو من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 29 كيلو جرام إضافة إلى ما يقرب من 16.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكسا وعدد 16390 قرص مؤثر وتسعة وتلسين ألفاً ومئة وواحد قرصة رمضون مخدر وضبط ستة ملاكز لعلاج الإدمان هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 232 مليون جنيها كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 20 مليون جنيها متحصلة من الإتقار غير المشروع بالمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر